الخبر الأول اللي عدنا عن أنس وأصالة وعن وصول قناتهم للتسعة مليون مشترك فألف مبروك وعقبال عشرة مليون يا رب فهلن يستحقون هذا الرقم محتوىهم جدا خرافي وطبع لا تسألوا يا حباي تباركونهم بالكومنتات وهل تتوقعون أنه حصلون لعشرة مليون قبل نهاية الشهر أو لا الخبر الثاني اللي عدنا عن بيسان اسماعيل وإعلانها عن المفاجأة اللي مجهزتنا إياها فنزلت بحساب الانستغرام هذه الصورة اللي قالت بها أنه حيكونك مفاجأ اليوم الساعة الأربعة وقبل شوية نزلت هذا الستوري تقول بعد ساعة لحينزل الفيديو كليب يعني المفروض ينزل لكم هذا المقطع ويكون نازل الأغنية مالتها الجديدة ولكن لما نزلت معناها انحذفت أو صار أي شيء فإن شاء الله هتولع الليلة بالأخبار خليكم جاهزين الخبر الثالث اللي عدنا عن غيث مروان والتضامنة وإيا أنس وأصالة بحساب الانستغرام فنزل هذا الستوري يقول سلامتك يا أصالة إن شاء الله بترجعي وتقومي بالسلامة مثل قبل وأحسن حركة حلو صراحة من غيث مروانة توقعه الوحيد من المشاهير اللي سواها والضامن وإيا أنس وأصالة الخبر الرابع اللي عدنا عن نور مار وليش هو منزل مقطعها على القناة الثانية فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري يقول يا جماعة عذروني اليوم ما في فيديو على القناة الثانية للأصف مضطر مشان الفيديو كليب يوم السبت فكنا عذرك يا نور مار ومنتظرين الفيديو كليب على أحر من الجمر الخبر الأخير اللي عدنا عن محمد جواني وليش منزل مقطع اللي رح يفضح به بيسان اسماعيل فهوائي منكم الصراحة أنسي أني هذا السؤال والصراحة أني ما عرف الجواب فجواني ما قال شي على حساباته بالانستغرام فشكله جواني دي يجهز حلقة كلش قوية وتكون الأخيرة ولكن آخر مرة حتش بيها جواني قال إنه المقطع المفروض ينزلكم بعد يومين فمن المفروض يعني ياما اليوم ينزل ياما ذا ما ينزل اليوم فباتر فكل ما علينا أن ننتظر ونشوف شنو رح يصير وشنو رح ينزل لجواني وبس والله هنا وصل نهاية المقطع أتمنى المقطع إجابكم لا تنسوا تحطون لايك وتشتركوا بالقناة شانو ياكم فيدي زيما قناة مملكة القصص ومع السلامة بين الجسر والسحيل الوطن عالدنا حالي الوطن اشتركوا في القناة